بيّنت لكم من أن جملة من العناوين ترتبط ببعضها ونحن نتحدث في أجواء فلسطين وأحداثها اليهود الدجال وأعني الأعور الدجال الروم القسطنطينية المسيح إنه السيد المسيح تسلسلت معكم عبر هذه العناوين وبينت لكم الدلالات الرمزية إن وجدت ووضعت بين أيديكم المعطيات التي ترتبط بهذه العناوين حتى وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى العنوان الأخير إلى السيد المسيح ووقفت عند الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إنهم بنوا إسرائيل الذين كفروا بعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون قرأت عليكم ما جاء عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة الحادية بعد الثلاثمئة إمامنا الرضا يحدثنا عن الذي جرى على عيسى بن مريم فإنه رفع من الأرض حيا ومثل ما حدثتكم في الحلقة الماضية من أن عيسى المسيحة في البيت الذي جرت فيه مراسم العشاء الأخير بعد أن حدثهم وأخبرهم بالمجريات التي ستجري فيما بقي من تلك الليلة وفي الأيام القادمة وأخبرهم بأنه سيرتفع إلى السماء في زاوية البيت وقف السيد المسيح وارتفع أمام نواضر الحواريين بجسده وروحه وهو يرتدين عليه بثيابه بتلك الطلة البهية الجميلة كان السيد المسيح بهيا جميلا فارتفع السيد المسيح إلى السماء وبنفس الطريقة سينزل من السماء إمامنا الرضا يقول من أن السيد المسيح رفع من الأرض حيا من ذلك البيت الذي كان فيه مع الحواريين رفع من الأرض حيا وقبض روحه بين السماء والأرض وهذا معنى إني متوفيك فإن التوفي حدث بعد الارتفاع من الأرض إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك عملية التوفي حدثت بعد الارتفاع من الأرض رفع من الأرض حيا وقبض روحه بين السماء والأرض ثم رفع إلى السماء ورد عليه روحه هذا المضمون الذي جاء في الآية التي أشرت إليها قبل قليل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك بعد أن أرفعك من الأرض فإني سأتوفاك ما بين الأرض والسماء إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وستكون حيا في سماواتي ومطهرك من الذين كفروا الآية هذه آية لا نستطيع أن نحيط بمضمونها إلا ضمن السياق الذي حدثتكم عنه ولا زلت أحدثكم بخصوصه إنه سياق هذه البانوراما إنه الحديث عن الظهور المهدوي إنه الحديث عن برنامج قائم آل محمد الذي هو برنامج الله سبحانه وتعالى نقرأ في تفسير فرات الكوفي وهو أيضا من جوامع الأحاديث التفسيرية هذه طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان في صفحة التاسعة والثلاثين بعد المئة من الحديث الثاني عشر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث الإمام يحدث خيثمة الجعفي فيقول يا خيثمة يا خيثمة سيأتي على الناس زمان لا يعرفون التوحيد وهذا هو زماننا أتباع السقيفة بني ساعدة لا يفقهون من التوحيد شيئا توحيدهم كلامي وعلم الكلام بدعة من بدع نواصب السقيفة بني ساعدة بدعة شيطانية لا توحيد عندهم ما يقال له التوحيد لا يشابه شيئا من توحيد محمد صلى الله عليه وآله وأما سقيفة بني طوسي فإن توحيدهم لا علاقة له بتوحيد العترة الطاهرة والناس هنا وهنا على دين الأحبار والحاخامات فالسنة على دين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة المذاهب ورؤساء المؤسسات الدينية المعاصرة والذين يقولون نحن شيعة وهم شيعة طوسيون على دين مراجع النجفي وكربلاء الذين هم أضر على الشيعة من جيس يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لقد ضيعوا دين محمد وآل محمد فهذا هو الزمان الذي لا يعرف الناس فيه التوحيد لأن التوحيد فكرة عن الله نأخذها من محمد وآل محمد فقط فهؤلاء هم الذين يعرفون الله ماذا تتوقعون هل تتوقعون من أبي هريرة من أنه يعرف الله أو تتوقعون مثلا من إسحاق الفياد أو بشير النجفي وأمثالهما هؤلاء يعرفون الله ماذا يعرفون عن الله هذه مسخرة مسخرة يا خيثمة سيأتي على الناس زمان لا يعرفون التوحيد نبينا صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين يا علي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت من هنا نأخذ التوحيد وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم وليس عن أبي هريرة وأمثاله وليس عن الطوسي وأمثاله الدين لا يؤخذ إلا من محمد وعلي هذا هو دين الأنبياء والأوصياء أما دين السقيفة بني ساعدة فهو فهو دين الصحابة الأعراب ودين سقيفة بني طوسي فهو دين البتريين والمرجئيين من مراجع النجف وكربلاء دين العترة هو هذا دين محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما والذي لا وجود له في أجواء السقيفتين مطلقا بدرجة مئة بالمئة دينهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وفقط يا خيثمة باقر العلوم يقول يا خيثمة سيأتي على الناس زمان لا يعرفون التوحيد حتى يكون خروج الدجال إنها الحضارة الحضارة العوراء التي لا تعرف الله إنها الحضارة العوراء التي تمسكت بمنطق ترابي حسي فقط وابتعدت عن المنطق النوري الغيبي قلت في الحلقات المتقدمة قد نجد لهم عذرا لأنهم يرفضون إلها يرتبط بدين الأحبار والحاخامات بدين البابوات والقساوسة بدين المراجع الآيات وحجج الإسلام والمسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا يعرفون شيئا عن المسلم يا خيثمة سيأتي على الناس زمان لا يعرفون التوحيد حتى يكون خروج الدجال وحتى ينزل عيسى بن مريم مثلما ارتفع من الأرض سيعود إليها ذخيرة ذخرها الله سبحانه وتعالى لقائم آل محمد ليس للإمام بما هو إمام وإنما لمشروعه فالإمام لا يحتاج عيسى مشروع الإمام هو الذي يحتاج عيسى عيسى هو الذي يحتاج الإمام فعيسى ذخيرة إلهية لأجل البرنامج المهدوي لأجل المشروع المهدوي الأعظم رفع من الأرض وسيعود إليها وحتى ينزل عيسى بن مريم من السماء ويقتل الله الدجال على يديه إنما يقتل الدجال على يدي عيسى لأنه جندي من جنود قائم آل محمد مر علينا الكلام في الحلقة الماضية من أن الدجال يقتل على يد الذي يصلي عيسى خلفه إنه قائم آل محمد ويقتل الله الدجال على يديه ويصلي بهم رجل منا أهل البيت من هو هذا الرجل الذي يصلي بالقوم من أهل البيت إنه إمامنا القائم صلوات الله عليه ألا ترى أن عيسى يصلي خلفنا وهو نبي ألا ونحن أفضل منه وهل في ذلك كلام يا أبا جعفر أني أخاطب إمامي باقر العلوم وهل في ذلك كلام فهذا من أوضح الواضحات عند شيعتك أولئك الذين في قلوبهم مرض أولئك الذين انتكست فطرتهم أولئك الذين يجعلون أدلتهم من بدع النواصب من علم الكلام وعلم الرجال أولئك الذين يحتاجون إلى بحث ونظر في هذا الموضوع أما نحن عبيدكم يا أبا جعفر لا وجه للمقايسة فيما بينكم وبين عيسى لا وجه للمقايسة فيما بينكم وبين سائر الأنبياء هؤلاء أتباعكم وشيعتكم وأولياءكم ما بعث نبي إلا بولايتكم بولاية محمد وآل محمد هكذا علمتمون وهذه عقائدنا يا أبا جعفر صلوات تترى على تراب تدسه بن عليك يا باقر العلوم ونقرأ أيضا في الجزء الثاني من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان علي اليزدي الحائري توفي سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثلاثين للهجرة وهذه خطبة البيان في نسختها الأولى الخطبة المنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والتي شحنت بالتحريف والتصحيف لكن بقيت فيها بقايا الحقائق نستطيع أن نتلمسها بوضوح في صفحة الحادية والسبعين بعد المئة ما جاء في كلام أمير المؤمنين في خطبة البيان في نسختها الأولى ثم إن المهدية يرجع إلى بيت المقدس تقدمت العناوين مكة وأحداثها المدينة وأحداثها العراق وأحداثه سورية وأحداثها وهناك ارتباط فيما بين الشام ومصر في الحوادث والمجريات وتقدم الكلام في هذا ثم إن المهدية يرجع إلى بيت المقدس فيصلي بالناس أياما فإذا كان يوم الجمعة لن يصلي الإمام في هذا الذي يقال له المسجد الأقصى هذا المسجد لا علاقة له بالإسلام مطلقا هذا المسجد لا علاقة له بالإسلام مطلقا التعبير الذي جاء في سورة الإسراء دققوا النظر فيه في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الحرام معروف إنه مسجدنا الحرام في مكة هذا أمر لا غبار عليه من هنا بدأ الإسراء والمعراج من المسجد الحرام في مكة فأين انتهى هل انتهى في هذا الذي يقولون له المسجد الأقصى في القدس انتهى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى عند العرش إنه الأقصى هكذا حدثنا أئمتنا ما بعد العرش النقطة الأقصى التي وصل إليها محمد صلى الله عليه وآله أما القدس فقد ذهب إليها رسول الله مثلما مر بالكوفة ومر بقم ومر نبينا بمسجد الكوفة وهناك ترابط فيما بين قم والكوفة والقدس هناك ترابط هناك ترابط تكويني المكان المقدس في القدس كل الهضبة كل الهضبة كل الهضبة التي عليها ما يسمى الآن بالمسجد الأقصى كل الهضبة كل هذه الهضبة مكان مقدس وكان بيت المقدس الذي بني هناك هو مكان تصطلح عليه أحاديثنا من أنه محاريب الأنبياء محاريب أنبياء بني إسرائيل هذا مكان مبارك ولكن منزلته لا تقاس بمسجد الكوفة مثلا هذا في ثقافة العترة الطاهرة أما هذا البناء الذي يقال له المسجد الأقصى هذا بناء بناه عبد الملك ابن مروان أراد أن يخدع الشاميين كي لا يذهب إلى الحج في مكة حتى لا يميل إلى عبد الله بن الزبير الذي نصب نفسه خليفة في الحجاز فأراد عبد الملك ابن مروان أن يمنع الشاميين من أن يذهب إلى الحج ولكن بطريقة شيطانية فبدلا من الكعبة التي هي مربعة صنع لهم بيتا مثمنا مسجدا مثمنا فهو ضعف الكعبة وجعله مثمنا بعدد أبواب الجنة ونسج الأحاديث من أن الذي يدخل من هذه الأبواب فهو داخل إلى الجنة وعوضا عن الحجر الأسود الذي هو حجر صغير في الكعبة جاء بصخرة كبيرة قطعها من الجبل وقال من أن النبي من هذه الصخرة صعد إلى السماء كل ذلك أكاذيب لا حقيقة له على أرض الواقع المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله في المسجد الصغير المجاور لهذا البناء هناك مسجد صغير يجاور ما يسمى بالمسجد الأقصى هنا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة مضحوك عليها أمة مضحوك عليها مراجع الشيعة قبل سنة 1967 كانوا كانوا يذهبون إلى هذا المسجد الأموي يحجون هناك وبعد ذلك يتوجهون إلى مكة ولا زال كبار السن من الشيعة يتفاخرون بأنهم حجوا إلى المسجد الأقصى وبعد ذلك ذهبوا إلى مكة السؤال هل فعل هذا الأمر معصوم من المعصومين هل سافر أحد المعصومين إلى هذا الذي يسمى بالمسجد الأقصى أكذوبة أكذوبة المكان المقدس في القدس كل الهضبة وكان يبنى على الهضبة ما يسمى ببيت المقدس الذي هو محارب بني إسرائيل المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى بالأنبياء هناك إنه بناء صغير يجاور هذا البناء الكبير الذي يقال له المسجد الأقصى أنا أنا لا أتحدث من خلال ثقافة السقيفة بني ساعدة أو من خلال ثقافة السقيفة بني طوسي أو من خلال ثقافة اليهود والنصارى هذه ثقافة العترة الطاهرة هذه ثقافة ومعارف محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما أنتم فابقوا مضحكة ومسخرة الآية واضحة في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هذه البداية إلى المسجد الأقصى في السماء هذه النهاية الذي باركنا حوله باركنا حوله هناك لنريه من آياتنا هناك وليس عند المسجد الذي يسمى بالمسجد الأقصى ولم يكن موجودا أساسا وإنما بناه عبد الملك ابن مروان حينما جاء عمر بن الخطاب إلى فلسطين بنى مسجدا أيضا في هذا المكان وهناك بناء موجود الآن في جهة من جهات هذه الهضبة هناك مسجد عمر وهناك المسجد وهو بناء صغير الذي صلى فيه رسول الله والناس لا تعبأ به الناس تذهب إلى المسجد الكبير الذي بناه عبد الملك ابن مروان لكي يمنع الشاميين من الذهاب إلى مكة تأريخ كله مسخرة ودين كله مسخرة وطقوس كلها مسخرة دققوا النظر في الآية ستجدون ما أقوله واضحا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في الأرض إلى المسجد الأقصى في السماء الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآيات هناك رآها يمكننا أن نعود إلى سورة النجم لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أذهب بكم إلى سورة النجم لأن سورة النجم تشرح هذا المضمون الذي جاء في الآية الأولى بعد البسملة من سورة الإسراء هذه قضية جانبية أعود إلى ما جاء في خطبة البيان ثم إن المهدية يرجع إلى بيت المقدس إلى المكان الذي صلى فيه رسول الله إلى ذلك المسجد الصغير سيهدم هذا البناء سيهدم البناء الأموي مثل ما يهدم بناء المسجد الحرام لكنه حينما يهدم بناء المسجد الحرام سيعيد بناءه بهندسة إلهية جديدة أما هذا الذي يقال له المسجد الأقصى سيهدمه لا يبقي له أثرا لأنه لا علاقة له بالإسلام هذا من كفر بني أمية لعنة الله عليهم وإنما سيجدد بناء القدس سيجدد بناء محاريب الأنبياء سيجدد بناء المسجد الذي كان مسجدا لرسول الله صلى الله عليه وآله حين صلى بالأنبياء في هذه الهضبة المباركة في هضبة القدس في هضبة بيت المقدس ثم إن المهدية يرجع إلى بيت المقدس فيصلي بالناس أياما فإذا كان يوم الجمعة وقد أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم في تلك الساعة من السماء العالم كله سيرى ذلك أي حدث عظيم سيكون في البلاد المسيحية في شتى بقاع الأرض ها هو مسيحكم المنتظر إنه ينزل شيئا فشيئا مثلما صعد شيئا فشيئا إلى السماء فينزل عيسى بن مريم في تلك الساعة من السماء عليه ثوبان أحمران وكأنما يقطر من رأسه الدهن والمراد من الدهن الطيب وإنما يقطر الدهن من رأس الرجل حينما يكون قد استحم وتطهر وتنظف لقد اغتسل غسل الجمعة وتطيب جاء مغتسلا غسل الجمعة وتطيب بهذا الدهن السماوي لأن الذي يقطر الدهن من رأسه إنما اغتسل واستحم وتطهر وها هو يتطيب بهذا الدهن فهذا طيب الدهن طيب فينزل عيسى بن مريم في تلك الساعة من السماء عليه ثوبان أحمران عيسى بن مريم كان يلبس البياط فما المراد من الثوبين الأحمرين إنه اللون الأبيض المشوب بالحمرة وإذا تلاحظون في الرسوم التي تمثل الصورة التقريبية للسيد المسيح في كثير منها ثيابه بيضاء مشوبة باللون الأحمر هذه المضامين موجودة في كتب النصارى وهي موجودة عندنا ألا يلفت ألا يلفت نظركم من أن النبي الوحيد في العالم الذي له صورة معروفة في كل بقاع الأرض هو عيسى المسيح وبالمناسبة فإن الصورة المشهورة للسيد المسيح هي قريبة جدا من أوصافه الحقيقية ولذا فإن السيد المسيح حين ينزل من السماء فإن أهل الأرض كانوا قد رأوا صورا مرسومة مشابهة له لأن نزوله من السماء سينقل إلى كل بقاع الأرض عبر التقنيات المهدوية المتطورة جدا الجميع سيرى ذلك وهذه حجة على الناس وحجة على الحضارة المسيحية التي هي تحكم الناس تحكم الأرض فينزل عيسى ابن مريم في تلك الساعة من السماء عليه ثوبان أحمران وكأنما يقطر من رأسه الدهن وهو رجل صبيح المنظر وهو رجل صبيح المنظر والوجه أشبه الخلق بأبيكم إبراهيم لأن إبراهيم كان جميلا كان جميلا جدا إبراهيم الخليل كان جميلا جدا كان صبيحا وجهه كان زاهرا مشرقا وعيسى المسيح من أحفاده فسيدة مريم من أحفاد إبراهيم وهو رجل صبيح المنظر والوجه أشبه الخلق بأبيكم إبراهيم فيأتي إلى المهدي ويصافحه ويبشره بالنصر فعند ذلك يقول له المهدي تقدم يا روح الله وصل بالناس ما قال الإمام له وصل بنا لأن الإمام لا يمكن أن يأتم بعيسى نحن لسنا في مقام التقية هنا نحن في مقام الحقيقة تقدم يا روح الله وصل بالناس فيقول عيسى بل الصلاة لك أنت الذي تصلي بل الصلاة لك يبنى بنت رسول الله فعند ذلك يؤذن عيسى المؤذن عيسى عيسى بن مريم أي صلاة هذه مؤذنها عيسى بن مريم وإمامها الحجة بن الحسن فعند ذلك يؤذن عيسى ويصلي خلف المهدي فعند ذلك يجعل عيسى خليفة من قبله فعند ذلك يجعل عيسى خليفة على قتال الأعور الدجال ثم يخرج يخرج عيسى أميرا على جيش المهدي أمره المهدي صلوات الله عليه وإن الدجال قد أهلك الحرث والنسل إنها الحضارة العوراء وصاح على أغلب أهل الدنيا ويدعو الناس لنفسه بالربوبية إنها ربوبية العلم ربوبية العلم حينما يسأل العلماء المعاصرون عن دينهم أتعلمون أتعلمون ماذا يجبون يقولون إن ديننا العلم هذا المنطق هو المنطق الحاكم على أكثر علماء الأرض اليوم إنهم العلماء الذين أنشأوا هذه الحضارة التي تستعبدنا ونحن فرحون جدا لأننا مستعبدون لها لأنها قد وفرت لنا وسائل العيش المريح ووضعت بين أيدينا كل ما نريده في هذه الحياة وإن الدجال قد أهلك الحرث والنسل وصاح على أغلب أهل الدنيا ويدعو الناس لنفسه بالربوبية إنها ربوبية العلم المعاصر فمن أطاعه أنعم عليه ومن أبى قتله وقد وطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وقد أطاعته جميع أولاد الزنا ربما يراد من هذا الكلام وقد وطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس أن يكون الإمام قد حجب أقماره الصناعية عن هذه البقاع وأمثالها قد حجب أقماره الصناعية ووسائل تسلطه الألكترونية وقد وطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس ألا تلاحظون أن أمير المؤمنين لا يستعمل هذا العنوان لا يستعمل المسجد الأقصى لأنه لا وجود له على الأرض وهذا هو الواضح في ثقافة العترة الطاهرة هناك روايات استعمل فيها الأئمة هذا العنوان المسجد الأقصى مجارات لما عليه الناس لأن الإمام يريد أن يتكلم بنحو مقتضب فلا يجد مجالا لشرح التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع فإنه يستعمل المصطلح الذي يجري بين الناس وإلا فإن ثقافة العترة الطاهرة لا تطلق على هذا الذي يقال له المسجد الأقصى شيئا لأنه لا وجود له أساسا في دين الله وإنما هذه الهضبة المباركة في القدس هي هذه التي كان عليها بناء يقال له بيت المقدس وقد وطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وقد أطاعته جميع أولاد الزنا من مشارق الأرض ومغاربها هؤلاء أولاد الزنا من الممارسة الجنسية المعروفة التي تعرف بالزنا وفي كل الديانات أو من التلقيح الصناعي الذي يفتي به مراجع الشيعة البتريين وقد أطاعته جميع أولاد الزنا من مشارق الأرض ومغاربها ثم يتوجه إلى أرض الحجاز فيلحقه عيسى على عقبة هرشا عقبة هرشا في نهايات أرض الشام هي جزء من أرض الشام في نهايات أرض الشام التي تلاصق الحجاز تلاصق جزيرة العرب وهي نقطة لمفترق الطرق ما بين الشام والحجاز هكذا تعرف في كتب التأريخ ومعاجم البلدان وربما قد تطلق على مكان آخر في زمن الظهور أو في زمن هذه الواقعة خلاصة الكلام هي جزء من بلاد الشام فيلحقه عيسى على عقبة هرشا فيزعق عليه عيسى زعقة ويتبعها بضربة فيذوب الدجال كما يذوب الرصاص والنحاس في النار هل هذه معركة بين رجلين هل هذا قتال بين رجلين كيف يذوب الدجال كما يذوب الرصاص والنحاس كل هذه التعابير رموز لأن عيسى لن يقتل أحدا وإنما سيقيم الحجج إلا إذا احتاج لقتال الذين يعاندونه عيسى سيقيم الحجج إنه ينزل من السماء لا يحمله وسلاحا عيسى نفسه حجة فهذا الذي نزل من السماء حجة حجة على الحضارة المسيحية الرومية حجة على المسيحيين الذين يسيطرون على العالم سياسة واقتصادا وإعلاما وثقافة وحتى موضة في الثياب والعطور والمكياج وفي كل شيء يهيمنون على كل شيء فيزعق عليه عيسى زعقة ويتبعها بضربة فيذوب الدجال كما يذوب الرصاص والنحاس في النار ثم إن جيش المهدي يقتلون جيش الأعور الدجال في مدة أربعين يوما من طلوع الشمس إلى غروبها ثم يطهرون الأرض منهم وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها المعركة في فلسطين هي المعركة الحاسمة والمعركة في فلسطين قد يكون جزء منها عسكريا لكن معركة فلسطين تمثل جانبا كبيرا من المحاكمة المهدوية العالمية إنها محاكمة اليهود عبر التأريخ إنها محاكمة المؤسسة الدينية النصرانية محاكمة المسيحيين عبر التأريخ وماذا فعلوا بدين عيسى بدين الأنبياء والأوصياء وكيف زوّهوا الدين فلسطين أهميتها من هنا تأتي إنها المعركة الحاسمة لكنها ليست حاسمة باستعمال الأسلحة النووية وليست حاسمة باستعمال أسلحة الدمار الشامل كما يقال إنها حاسمة ببيان الحقائق هناك جزء من المعركة سيكون عسكريا لأولئك الذين لا علاج لهم إلا أن يكون العلاج عسكريا ما جاء في رؤيا يوحنى إنه السفر الأخير من أسفار الكتاب المقدس في عهده الجديد إنه كتاب النصارى هذه الطبعة طبعة دار المشرق إنها الطبعة الخامسة 1999 ميلادي المكتبة الشرقية بيروت لبنان جمعيات الكتاب المقدس في المشرق الأصحاح السادس عشر إنني أقرأ عليكم من الفقرة الثانية بعد العاشرة وصب السادس السادس إنه الملك السادس فهذه الرؤية تعتمد على ما يقوم به الملائكة وصب السادس الملك السادس وصب السادس كوبه في النهر الكبير الكوب هو القدح الكبير وصب السادس كوبه في النهر الكبير نهر الفرات فجف ماءه ليعد الطريق لملوك المشرق إنها المعركة الحاسمة التي تحدثت عنها رؤيا يوحنى قطعا هذه الكتب تعرضت لتحريف ولتصحيف ولقد طالها تحريف الترجمة أيضا النسخ الأصلية لهذه الكتب ليست موجودة النسخ الأصلية كانت باللغة الآرامية الآن النسخ الأصلية التي يقال لها أصلية في زماننا قد كتبت باللغة اليونانية إنها ترجمة عن النسخ الأصلية التي كتبها مؤلفوها لا توجد نسخ أصلية باللغة الآرامية النسخ الأصلية الموجودة الآن باللغة اليونانية وترجمت إلى اللغة الإنجليزية وإلى غيرها ومن اللغة الإنجليزية وغيرها ترجمت إلى العربية فهناك تحريف الترجمات وتحريف الترجمات منهما هو مقصود ومنهما هو ليس مقصودا فضلا عن التحريف الذي طال الأديان وصب السادس كوبه في النهر الكبير نهر الفرات فجف ماءه ليعد الطريق لملوك المشرق ويستمر الكلام إلى أن يقول الأصحاح فجمعتهم في المكان الذي يقال له بالعبرية هر مجدون هذا العنوان ورد مرة واحدة في كتاب العهد الجديد هنا تسمعون عن هر مجدون هي هذه إنها المعركة الكبيرة تحدثت رؤية يوحن عنها أنا لا أريد أن أقرأ ما جاء في الرؤية بالإجمال هذا العنوان هرمجدون عنوان للمعركة الحاسمة التي سينتصر فيها المسيحيون سينتصر فيها السيد المسيح على الضلال كله الكلام هنا محرف الصورة محرفة لكنها تحدثنا بالإجمال عن المعركة الأخيرة المعركة الأخيرة في فلسطين جانب منها عسكري لكن جانبا كبيرا منها سيكون عيسويا بإقامة الحجة على النصارى وعلى اليهود والذي سيقيم الحجج عليهم عيسى المسيح مثلما مر علينا قبل قليل من أن الإمام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه جعل عيسى خليفة على قتال الأعور الدجال قد يكون هناك قتال لكنه سيكون جزئيا لأن الشعوب المسيحية ستذعن لعيسى المسيح وحينئذ ستحيد الحكومات الغربية الحكومات القوية سيحيدها عيسى المسيح لأن الشعوب ستكون معه وحينئذ سيقضي على الجانب الأعوري من الحضارة المسيحية الرومية هذه هي الحضارة في جانبها الأعور تتلاشى وتذوب كما يذوب الرصاص والنحاس في النار وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها ويفتحها من جابرق إلى جابرس جابرق وجابرس ليس في الأرض جابرق وجابرس ليست في الأرض في الفضاء الواسع الروايات حدثتنا عن ذلك المعركة الحاسمة في فلسطين وهنا ستحيّد الحضارة المسيحية وحينما تحيّد الحضارة المسيحية لا يبخى من الأرض إلا القليل وشيئاً فشيئاً بعد أن يستتبى الأمر في الأرض تبدأ الحركة باتجاه السماء إلى جابرق وإلى جابرس وفي رواياتنا جابلق وجابرس وهذا نحو من التصحيف حدث في خطبة البيان جابلق وجابرس الذي جاء هنا جابرق وجابرس وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها ويفتحها من جابرق إلى جابرس ويستتم أمره ويعدل بين الناس حتى ترعى الشات مع الذئب في موضع واحد وتلعب الصبيان بالحية والعقرب ولا يضرهم ويذهب الشر ويبقى الخير إنها دولة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر